بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عذن ذلك الفوز العظيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عذن ذلك الفوز العظيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن ومساكن طيبة في جنات عذن ذلك الفوز العظيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عذن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْسَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْسَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْسَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْسَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْسَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْسَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْسَارِي إِلَى اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْسَارِي إِلَى اللَّهِ كما قال عيسىٰ بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْسَارِي إِلَى اللَّهِ كما قال عيسىٰ بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْسَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين شرح الآيات الكريمة يا أيها الذين آمنوا يا أيها هذا مد جائز من فصل يجوز المد ويجوز الكسر إلى حركتين يا أيها الذين مراعاة مخرج الذال طرف اللسان مع أطراف الثانية العليا يا أيها الذين الذين ذي لأن الذال إذا لم تخرج من مخرجها تكون شبيهة بحرف الزي يا أيها الذين آمنوا آمنوا مد طبيعي في الألف بعد الهمزة والواو مد طبيعي الألف عليه صفر مستدير لا ينطق وسط الكلام حرف على زائد وسط الكلام لا ينطق وسطا ولا وقفاه هل إظهار في اللام وأظهر أن اللام فعلا مطلقة في نحو كل نعم وكلنا والطق هل أدلكم الميم فيها إظهار شفوي وإذا وجدنا الميم عليها على لامة السكون نعلم أن هذا إظهار شفوي هل أدلكم على مد طبيعي في الألف الصغير بعد اللام على تجارة تنجيكم تجارة تنون بالكسر وبعده حرف تاء والتاء من حرف الإخفاء هذا حكم إخفاء حقيقي تجارة تنجيكم والنون تجد النون ليس عليها شيء في حكم إخفاء حقيقي نقرأها كذا تنجيكم وإضغام الميم في الميم إضغام مثلين صغير من عذاب ننسكين وبعض حرف عين العين من حروف الإظهار الحلقي المجموعة في البيت همز فهاء ثم عين حاء مهمالتان ثم غير خاء من عذاب أليم عذاب تنون بالكسر وبعده همزة والهمزة كذلك من حروف الإظهار الحلقي نقف على أليم هي أليم لكن نقف عليها مادة عرض للسكون أليم هكذا المعنى يا أيها الذين أمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة تنكذكم من عذاب موجع تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وتجاهدون في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم وبتغاء مرضاته ذلك العمل المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون فسارعوا إليه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم يعني ربح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يا رب نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل قل أمين ويدخلكم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ويدخلكم مساكن طيبة في جنات إقامة لن تقال عنها ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه أي فوز وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ومن من ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا أن ينصركم الله عز وجل على عدوكم وفتح قريب يفتح عليكم وفتح مكة وغيرها وأخبر أيها الرسول المؤمنين بما يسرهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة الآية الأخيرة من الصورة يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين المعنى المعنى هي أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم كونوا أنصار الله ينصركم أو بنصركم لدينه الذي جاءكم به رسولكم مثل نصرة الحواريين لما أو لما قال لهم عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله فأجابوه مبادرين نحن أنصار الله فأمن فريق من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام وكفر به فريق آخر فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به فأصبحوا غالبين عليهم من فوائد الآيات الإيمان والجهاد في سبيل الله الإيمان والجهاد في سبيل الله من أسباب دخول الجنة كذلك قد يعجل الله جل وعلا جزاء المؤمن في الدنيا وقد يدخره له في الآخرة لكنه لا يضيع سبحانه جل وعلا في الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن ننصر الإسلام ويعز المسلمين اللهم نصر الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين وأعلى بفضلك كلمتين الحق والدين الله موحد سوف المسلمين وأعلى راية المسلمين وصل لهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم